الله يحمسك بخير أهلي أحمد القتلى والمصابين راحوا ضحية قمع السلطات السودانية لحركة احتجاج شعبي ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية الاحتجاجات الغاضبة إثر قرار زيادة سعر الخبز ثلاث مرات عمت العديد من المدن في البلاد التي تعاني من ركود اقتصادي لنتابع خمسة أيام من الاحتجاجات في عدد من المناطق في السودان خلفت سبعة وثلاثين قاتلا من المتظاهرين برصاص قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية المحتجون خرجوا للتعبير عن رفضهم للغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الخبز في بلد يعاني من ركود الاقتصادي وسط ارتفاع لسقف الهتفات إلى حد المطالبة بإسقاط النظام قوى المعارضة استنكرت إجراءات قوات الأمن وبطشها بالمتظاهرين معبرة عن مشروعية التظاهرات التي قالت إنها جاءت نتيجة انهيار الخدمات وارتفاع الأسعار والمستوى المعيشي وندين القمع المسلح ونشيد بالقوى النظامية التي امتنعت عن البطش بالمواطنين ونناجد كل القوى النظامية في المقابل وعد المنس السوداني عمر البشير في سادس يوم للاحتجاجات بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين كما تحدثت الحكومة عن اتخاذ تدابير تقشفية ليست جديدة في البلاد في الإطار أشار محللون إلى أبعاد خارجية للتظاهرات معتبرين أن الحركة الاحتجاجية هي أحد إفرازات وضع السودان على لائحة دول الإرهاب ما أعاقت تنمية في البلاد وأدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية